السلام عليكم وازلقائي كيف حالكم متابعين في قناة فوتر كوين طبعا تحرق ترليونات القطاع من عملة شيباينو اكتب من 24 ترليون قطاع من عملة شيباينو اليوم متحركت من المنصات ممكن تكون ايجابية وممكن تكون سلبية رح نعرف في هذا الفيديو ولوين العملة ممكن ترتفع ابناء بباش فيديو بتمنع تضغع زر اللايك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عام عملات رقمي ولا تنسى انضم لقعنا على تليقرام الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بنار قناة خليكم معنا زقائي الى بعد الانترو طبع زقائي اليوم تم نقل اكثر من 24 ترليون قطعا من عملة شيباينو من منصة تداول كريبتو دوت كوم الى محافظ مجهولة المصدر طبعا خلينا نوضح نقطة النقل الايجابي بيكون من المنصات الى المحافظ النقل السلبي الذي يسبب الهبوط بيكون النقل من المحافظ الى منصات لانه بيتم النقل من المحافظة الى منصة والبيع على المنصة لكن اليوم تم نقل 24 ترليون قطعة من المنصة الى المحافظة يعني تم شراء القطع من المنصة ونقل الى محافظة خارجية يعني للتخزين مدى بعيد فهذا الشيء ممكن يسبب بومب كبير على عملة شيباينو يعني هذا النقل نقل إيجابي أكبر معاملة كانت بقيمة 4 ترليون قطعة 4 ترليون قطعة نقلت في معاملة واحدة يعني أكثر من 45 مليون دولار إجمال عدد القطع تم نقله ناخر 24 ساعة 272 مليون دولار من عملة شي بأينه كل 272 مليون دولار تم نقلها قطع من عملة شي بأينه العملة حاليا مرتكزة على دعم عم ننتظر انخفاض استحواذ البيتكوين حتى تبلش العملات الرقمية بالانفجار لكن لنزال محافظين على الدعم 0.4010 طبعا هلا حدفنا في حال انخفاض الاستحواذ يرتفع الآلتكوين وترتفع العملات البديلة وأهم عملة شي بأينه لتضرب قمام جديدة وهدفي على العملة متما تكلم بالفيديوهات السابقة هو منطقة 0.4016 لكن لازم ينخفض استحواذ البيتكوين يعني بنتظرني مربح اكثر من 60% على عملة شي بأينه بشرط واحد فقط انه ما افقد دعم 0.4010 اذا فقدنا هذا الدعم واغلقنا شمعة يوم اسفل هذا الدعم فرح يتم عكس الاتجاه وتصير الحملة صعودية او تصير الحركة هبوطية اصلاقات يمكنوا وصلنا على هالفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع السلامة دمتم بخير اشتركوا في القناة